يصنف الحديد كأنصر متواجد في الجسم بمقدار ضئيل، وهو يتفاعل مع عديد مركبات بضمنها الهيموغلوبين مكوناً ليغاند، والمقصود بالليغاند هو مركب يكون فيه المعدن أو مثال ذلك الحديد، العنصر المركزي في ذلك المركب. وهو يساهم في عمليات الأكسة والاختزال الكيميائية من صورة إلى آخرى، والصور الحديد في الجسم هي أما أن يكون ثنائي أو ما يسمى بالفرص، أو يكون ثلاثي أو ما يسمى بالفرك، والساهم هذه العملية في ارتباطه بالعديد من المركبات الحيوية في جسم الإنسان مثل أوكسجين. فالحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين ويعتبر أنصر أساسي في هذا المركب، والذي يساهم في جذب الأكسجين من الجسم ونقله من مكان إلى آخر، كذلك في جذب الثناء أكسيد الكاربون ونقله إلى خارج الجسم. لكي يمتص الحديد من قبل الزرابات في المعاء الدقيقة، يجب أولا أن يكون بصورة الموجب الثنين، لكي يرتبط بالبروتين الناقل ويذهب إلى الدم، ولكن الطعام الذي نأكله نحن يحتوي على الحديد ولكن بصورة الموجب الثلاثة. فإيجب أن يختزل بواسطة مركب أو عنصر معين، ويتحول إلى موجب الثنين ليتم نقله خلال خلايا المعاء الدقيقة، ومن ثم نقله بواسطة الببروتين. والفيتامين سي هو من يقوم بإختزال الحديد وتحويله من موجب الثلاثة إلى موجب الثنين. وبعد أن تصعصه وعبوره من خلايا المعاء الدقيقة، يرتبط الحديد الموجب الثنين أو الفرس بواسطة البرووتين يدعى بالأبوفيرتين. وهذا الأبوفيرتين يتأكسد بواسطة برووتين آخر يدعى بالسيريبلازمين، أو عفواً يتأكسد الحديد الذي بداخله ويتحول إلى صورة الموجب الثلاثة أو الفرق. لأن الجسم يحتاجه بصورة الموجب الثلاثة، ولكن لا يستطيع الموجب الثلاثة العبور من خلال المعاء الدقيقة إلا بعد تحويله إلى موجب الثنين، وبعد عبوره يتم تحويلها بعد لوقت لاحق إلى موجب الثلاثة. وبعد ذلك يرتبط الحديد بواسطة برووتين معين أو مخزون معين يسمى بالفريتين، وهذا هو برووتين الخازن لحديد في الخلايا. الداخل مع الدقيقة أولاً، ومن هنا يمتص الحديد خلال مجرى الدم بواسطة البروتين الناقل والذي يسمى بالأبوترانسفرين. وهذا البروتين الناقل الذي يسمى بالأبوترانسفرين بعد ارتباطه بالحديد يصبح أو ما يسمى بالترانسفرين بعد ارتباطه بالحديد. يحاول من أبوترانسفرين إلى ترانسفرين بعد ارتباطه بالحديد وامتصاصه بعد أن كان داخل البروتين الخازن للحديد داخل الخلايا. ويترط به بالحديد على شكل موجب ثلاثة داخل الدم أو داخل بلازمة الدم. ومن ثم ينقل الترانسفرين والذي هو البروتين الناقل الحديد ويطرح الحديد داخل نخاء العظم. ويحتاج النخاء العظم في عملية تكوين خلايا الدم الحمر ودخاله حديد في الهيموغلوبين موجود داخل خلايا الدم الحمر. والذي قلنا سابقا أنه المركب الخاص بنقل الأورسيجين إلى أنسج الجسم ولقل الأورسيجيكاربون إلى خارج الجسم. الفيروبروتين هو بروتين يتحكم بعملية انتصاص الحديد أو طرح الحديد من الخلايا الدم إلى المجرى الدم عند حدوث نقص في الحديد. أي يطرح الحديد من مخزونه الخاص ويذهب إلى الدم ثم ينقله الترانسفرين إلى الخلايا عند حدوث نقص في نسبته. ولكن هناك بروتين تم اكتشافه مؤخرا أو كذلك يسمى هرمون الذي يسمى بالهباسدين. الهباسدين يتحكم بنسبة الحديد كذلك بواسطة قدرته على التحكم ببروتين الفيروبروتين أي أنه مركب أو بروتين معاكس لعمل الفيروبروتين. فعندما تكون نسبة الحديد قليلة يقوم بروتين بطرح الحديد من المخزون الخاص به في الخلايا ولمعه ومن ثم نقله بواسطة ترانسفرين إلى خلايا الجسم عند احتياجه أو النقل العظم. أما عند حدوث زيادة في نسبة الحديد يقوم الهرمون الهباسدين بتقليل من طرح أو إفراز هرمون الفيروبروتين وبالتالي يقوم بتقليل من عملية استخراج الحديد من المخزون الخاص به. بالحقيقة هناك ثلاثة معايير يتم قياسها وأخذها بعين الاعتبار مختبريا لتفريق بين حالات المرضية التي تعزها إلى زيادة أو نقص الحديد. ومن هذه المعايير الثلاثة هي أولا الفيرتين والذي هو البروتين الذي يخزن الحديد داخل الخلايا وترانسفرين ساتوريشن الترانسفرين كما قلنا هو البروتين ناقل الحديد في الدم. وهنا مقصود بالساتوريشن أي نسبة تشبع الترانسفرين بالحديد. فإذا كان متشبع بصورة كبيرة أي هناك وفرة في الحديد. إذا كان متشبع قليل ولكنك نقص في الحديد. وهنا السيرام آيرون وهو نسبة الحديد في الدم. فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة الفيرتين قليلة أو على فحات نقص الحديد يكون مخزون الحديد قليل. على كون أن الحديد نسبته قليلة أو هناك فقط في الحديد فليس هناك مخزون كافلة. والترانسفرين فكذلك يقل تشبعه. الترانسفرين يقل تشبعه لكن تزداد نسبته. يزداد نسبة الترانسفرين كبروتين يبحث عن أكثر كمية ممكنة من الحديد لنقله إلى المخزون أو الخلايا. ولكن نسبة التشبعه تكون قليلة لأن هناك نقص في الحديد. وكذلك نسبة الحديد تكون قليلة. كذلك بالنسبة للهيموكروماتوسيس وهو حملية أو مرض زيادة في الحديد. الحديد سيكون مخزون الحديد كبير في الفيروتين. وسيكون التسبة التشبع الترانسفرين كبيره لأن هناك عديد ووفرة من الحديد. فيزداد فوق قابلة الترانسفرين على التشبع. فيرتفع نسبة التشبع للحديد. ولكن كترانسفرين يقل. البورتين التراتسفرين يقل في الدم. حتى لا ينقل أكبر كمية ممكنة إلى الأنسجة ويتلف الأنسجة لأنزاجة الحديد. تسبب تراكم الحديد داخل الأنسجة ما يعيد لا تلفها. وكذلك نسبة الحديد تكون عالية بصورة كبيرة. طريقة قياس الحديد مختبرياً. أي قاس الحديد مختبرياً بواسطة الطريقة التقليدية وللتها الطريقة اللونية أو طريقة الطيف. أولاً نحرر الحديد من قبل البروتين بواسطة الزيارة الحامضية أو الاسدفكيشن. ومن ثم نحول البروتين أو نختزله من موجب 3 إلى موجب 2 بواسطة بعض العناصر أو المركبات المختزلة مثل الأسكروبيت. ومن ثم نفعل الحديد مع مركب لوني مثل الفيروزين أو الفيرين أو الباثوفينون. أولين. أولاً تكون مركب لوني. تتفاعل فقط مع الحديد حسب وفرته وتكون مركب لوني. كلما زادت نسبة الحديد ازداد شدة المركب اللوني. بالنسبة لبعض المعايير الأخرى مثل تويتل آيرون باينين كاباسيتي أي نسبة تشبع الترانسفيرين من قبل الحديد. أولاً نضيف إلى العينة المريض أو المحلول المريض. عديد أو الوفرة من الفي ثلاثة والذي هو الحديد موجب ثلاثة. لكي يتشبع كل الترانسفيرين أو كل أماكن ارتباط الحديد بترانسفيرين. ومن ثم الحديد الزائد نقوم بإضافة مركب الام جي سي او ثري والذي يقوم بترسيب كل الحديد موجود أو الفائض أو الغير متبط في المحلول ومن ثم نقوم بعملية الفصل أو التعجيل والذي يرسب جميع الحديد الغير متبط ثم نأخذ المحلول الصافي أو المحل الطافي وليس المترسب. المترسب هو الحديد الغير متبط. ثم نأخذ المحلول الذي فوق الذي يحتوي على الحديد فقط المرتبط بالبروتين. ومن ثم نقيس نسبته لمعرفة نسبة الحديد. الكل المرتبط. أما بالنسبة للبروتين ترانسفيرين والفريتين فيكتم قياس نسبته مختبرين بواسط طريق المناعية. والطريق المناعية قام على مبدأ الارتباط المستضد المناعي مع المضاط أو الانتيجين انتي بودي كومبلكس وهو سنشرحه لاحقا في قسم المناعة. موسيقى